سبع سنوات لسبع إمارات هو شعار القافلة الوردية في نسختها السابعة والتي ستنطلق في السابع من مارس أذار المقبل وتمتد حتى السابع عشر من الشهر ذاته هذا ما كشفت عنه جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في جزيرة العالم بإمارة الشارقة وخلال الأيام العشر تقدم القافلة خدماتها لعامة الجمهور ومن الجنسين فيما يتعلق بالتوعية بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر والدوري عنه على مدار الست سنوات الماضية تم اكتشاف طبعا ثلاث ثلاثين حالة سرطانية ثلاثين امرأة ورجل لما يعني طبعا هذه الاكتشافات التي اكتشفتها القافلة الوردية كانت من بعد ما فحصوا وقدروا أن يفحصون أكثر من واحد واربعين ألف شخص مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كان مواطن أو مقيم فإذا نشوف نحن النسبة وتناسب من الأعداد التي تمت فحصها إلى الأعداد التي تمت خلنا نقول أو الحالات التي اكتشفت الحمد لله الحالات يعني مش عالية كثير ولكن دائما نسعى أن نقلل الأرقام هذه بزارة الصحة وقاية المجتمع شريك رئيسي مع القافلة الوردية في تنفيذ الهدف الرئيسي هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي أمانج الومنز اللي طبعا السن فوق الأربعين احنا دائما نبركز على الإمارات أو النورثن امرتس اللي ما عندها أصلا الخدمة فالهدف هدف استراتيجي هدف دولة الإمارات لتحقيق أجندة 2021 في تقليل نسبة الوفيات من السرطان وتركيزنا في هذه الحملة على السرطان الثدي مثل ما قلنا في البداية أحب أشكر قناة الآن أنتم دائما موجودين معنا متوجدين في كل مسيراتنا خلال الأعوام الماضية السنة هذه مثل ما شفتوا حضرنا تحفل مسيرة انطلاق الفرسان القافلة الوردية بالمؤتمر الصحفي تم الكشف عن شعار هذا العام طبعا نحن هذا العام السابع لمسيرة الفرسان شعار العام هو سبع سنوات لسبع إمارات طبعا أيضا ماخذين شعار عام الخير اللي هو عام شعار دولة الإمارات لهذا العام بإذن الله طبعا من الناحية الطبية والقافلة الطبية جديدنا لهذا العام أنه ولأول مرة يتم تثبيت عيادة طبية في كل إمارة عندنا عيادة طبية في كل إمارة من إمارات الدولة وحتكون العيادة الطبية يعني تعمل على مدار 11 يوم أيضا عدنا لأول مرة مسيرة الصغار أو الأطفال الصغار يشاركونينا في دعم هذه الحملة المهمة ودعم المبادرات الإنسانية ويضا نعطيهم فرصة المشاركة من الأطفال واليافعين في هذه المسيرة أيضا راح تكون هناك مشاركة من نادي دبي للدولة احتياجاتها الخاصة في هذه المسيرة اللي هي مسيرة الصغار ورح يشاركونا بقطع واحد ونصف كيلومتر عبر الخيول ترجمة نانسي قنقر